اشتركوا في القناة انا عارف ان ده مثل صعب كتير قوي قوي انك انت تروح في وسط مجتمع مجتمع غريب مجتمع يختلف عنك يا طرى تعمل ايه يا طرى تتصرف ازاي ازاي تعيش في وسط مدرسة ازاي تعيش في وسط شغل والناس كلهم فوادي وانت فوادي تاني يا طرى ترد الناس ولا توقف ضد كلام الناس عديد المشاهد حلقة النهاردة تعال انشاء ازاي نقدر نقف ضد الطيار ازاي تبقى سمكايا حية بتمشي ضد الطيار عديد المشاهد خليك معانا في كلام مهم الرب عايزة عزيزة ازاي المشاهدين برحب بيكم بحييكم في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات مدرسة الحياة وكما بقول الكلام ده مدرسة الحياة مدرسة مدرسة الحياة لها فصول مدرسة الحياة لها مواد في مواد صعبة في مواد عايزة تزاكر وفي مواد عايزك تهرب منها في مواد أساتزتها حلوين في مواد أساتزتها مقرفين يا ما بتذكر مرات كتيرة مواد أساتزتها كرهوني فيها وفي مواد أساتزتها حببوني فيها عايزة حببك أوي 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 للمدرسة دي ما يكون أستاذها رائع وجميل حلو ومبارك ومواده ما أحلاها يمكن فيها صعوبة لكن نتيجتها مضمونة ومؤمنة مئة في الماء عديد المشاهد النهاردة في حلقتنا مدرسة الحياة معنا يضيف عزيز جدا على قلبنا دكتور عصام عزة بنرحب بك خادم الرب الحلم شكرا أهلا بحضرتك الرب يبركك دكتور عصام بقول دايما مبسوطين كتير مبسوطين مش بالعراقي احنا مبسوطين بالمصري ومبسوطين بال بالعراقي يعني إيه بقى مبسوط بالعراقي يعني بيديلوا علقاء بيضربوا آه رب نحب يقول له أنا عايز أبسطك شكرا شكرا فأنا مش هبسطك بالعراقي احنا هنبسطك بالمصري أنا مبسوطين بحاكم دكتور عصام ربي باركك دكتور عصام النهاردة نفسي نتكلم في موضوع من المواضيع وموضوع مواضيع اللي فيها تحديات احنا عايشين في مجتمع مجتمع صعب صحيح وانت علشان تمشي في المجتمع ده لازم يكون عندك إرادة وإسرار وعايز معونة وعايز دعم العالم العالم بيجري ويتصابق في الشر وفي النمو وفي الشر يعني أنا لما برجع لطفولتي كانت الحياة أبسط كثير كثير قوي قوي من اللي بنشوفه دلوقت يعني وانا تلميس في الابتدائية ما كانت بيواجهني اللي بيواكه أولادنا الأيام دي في الابتدائية يعني يعني زمان لما كانوا يقولوا لي اسم بلد أنا بفكرها أنواع أكل أنا بكلمك جد سداني ولما يقولوا لي حاجات تخيل دلوقتي تعود عمره مثلا أربع خمس سنين يعود يكلمك عن جغرافيا يتواهك يتواهك وبكتوه ليه لأن العالم العالم اللي كان كبير جهول ومبهم بيقى موجود في حتة جهاز قد كده أو يزبط بص في العالم فتحديات بيط صعب فإزاي المؤمن يقدر يعيش في وسط هذا التحدي في هذا العالم الشرير كتاب عددين ما أحلاهم عن شخص ما تكلمش عنه الكتاب كتير لكن الكتاب اتكلم عنه في تكوين أصحاح خمسة اتكلم عن ميلاده وبعدين ما قالش حاجة كتيرة أكتر من عدد واحد وعشرين في تكوين خمسة لحد ما تكلم عنه في الثلاث أعداد دول وأنهى سيرته بيقول عنه إيش أخنوخ بيقول وعاش أخنوخ خمسة وستين سنة الحقيقة أنا فخور بي اتجوز بدري من نسبة البقية آه أتجوز بدري عاش خمسة وستين سنة وولد متو شالح وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متو شالح ثلاثمائة ثلاثمائين وولد بنين وبنات فكانت كل أيام أخنوخ ثلاثمائة وخمسة وستين سنة وصار أخنوخ مع الله لأن الله أخذ خده بدري صحيح ثلاثمائة وستين في عز الشباب في عز الشباب كلام جميل اتقال عن أخنوخ قال إن أخنوخ هذا الرجل صار مع الله في وسط هذا المجتمع هذا العالم الذي وضعه في الشرياء دكتور عصام قلينا نتكلم شوية قبل ما نتكلم عن أخنوخ نتكلم عن تحديات بتوجهتها في هذا العالم وناخد أخنوخ مثالا كيف تحدى هذا العالم التحديات اللي بتواجهنا عشان تتبسط لو قرنناها بالتحديات اللي واجهت شباب ورجال والنساء في الكتاب المقدس نلاقي المبادئ هي بعينها من حيث التحدي وإن كانت في أيامنا أكثر عنفا بمعنى أن الشر بيزداد واللف والدوران بيزداد والشراسة بتزداد والأخطر من كده الحاجات البريئة كلها اللي ممكن تشغل الإنسان وتاخد كيانه بريئة كلها وفيها إيه وصح كل ده عبارة عن أشياء بتمثل ضغطه بتاخد كتير كيان الإنسان وعمر الإنسان ومن عمر الإنسان وبتبقى واقعي يعني تقف حائل دون أنه هو يعيش حياة صحيحة زي ما الله عايزه يعيش يعني في مدرسة الحياة احنا بنحكي في المدرسة علشان أساسها تريد تلميذ المدرسة دولة تلميذ لمدرسة معينة الله فيها عايز الناس دولة يعيشوا معاه يعيشوا لي هل العالم مناسب للشكل بالشكل ده طبعا العالم مش مناسب إطلاقا بهذا الشكل لكن مع هذا توجد الإمكانيات العظيمة اللي تخلي أي واحد يقدر أتعس مكان يعني شق طريقه وزي ما الكتاب يعلمنا وزي ما الناس بيقول كتير والمسأل البسيط الشخص اللي عايز يعيش لله عامل زي السمك اللي في وسط البحر بس عشان السمك يسلك ضد الطيار لابد أن يكون له الزعاني لابد أن يكون له حياته وفيه الزعاني في اللي تساعده على أنه هو يشق طريقه ضد الطيار طيار العالم عنيف عايز ياخد الإنسان ببرأته بنجاسته الاتنين مش بس نجاست العالم ببرأته بنجاسته يعني مثلا أيام يوسف كان طيار عنيف ومرعب جدا مش كده برضو يعني الشباب اللي بيقولوا احنا في الظروف مش ممكن هنكون أسوأ من الظروف المحيطة الكماشة التي أحاطت بواحد زي يوسف وغصبا عنه ما يقدرش يطلع منها وما كانش عنده الدعمات اللي لينها مزبتك كلمة الله مزبتك زي معرفتنا بالفداء معرفتنا بالصليب كل الحاجات دي ما كانتش موجودة مزبتك مزبتك في ملوك في الكتاب المقدس عاشوا أدقياء جدا ومحترمين جدا اللي قابليهم كانوا وحشين واللي بعدهم كانوا وحشين واللي حواليهم كانوا وحشين والعالم نعاشهم عندما أرادهم نعاشهم لله فالإمكانيات البريئة والإمكانيات الناجسة الخطايا الواضحة للمعالم بفضاعة الإمكانيات البريئة اللي تاخد طاقت الإنسان وإيه فيها إيه لما يكسب فيها إيه لما يشتغل عدد كبير من الساعات فيها إيه لما يكون نفسه فيها مفهاش حاجة بس هذه الأشياء تمثل ضغط نفسي بتاخد كثير لسيما من الشباب علشان تستخدم طاقتهم ويستعلمهم ما يبقاش فيهم الحاجة التي تخليهم يعيشوا ويمشوا مع الطيار ويمشوا مع الطيار ولسيما يا دكتور عصام يعني من الحاجات اللي كمان قال عنها الكتاب أن المعرفة بتزيد بتزداد يعني المعرفة ازدادت لدرجة أنه تقدر تعود مع الناس الجيل ده عنده معرفة كبيرة فممكن تغنيه لهو ماشي مع الطيار تغنيه عن المعرفة الحقيقية اللي هي معرفة ربنا يسوع المسيح بتخلي الإنسان كبير في عين النفس فبيستغنى عن الله يعني حضرتك لو قرينا بس أيتين ثلاثة من تي مساوسة تانية ثلاثة تورينا شكل الطابع العام بتاع الأيام اللي احنا فيها الأيام الأخيرة لكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة يقول عنها صعبة لأن الناس الناس يعني الطابع العام بتاعكم مش جزء من الناس دي الحياة يا بيتكلم على واقع الحياة واقع الحياة يكونون محبين لأنفسهم أهم حاجة أنا والأنانية حاليا ما فيه زيها الذات بالضبط مش عاجباني مراتي أغيرها مش عاجبيني عيالي مع السلامة أنت في حالكم وأنا في حالي العيل مش عاجبه أبو أنت في حالك وأنا في حالي أخطر تغيير في العالم اللي احنا فيه مش بقى التكنولوجيا لكن المبادئ اللي التكنولوجيا بتساعد على تغيير يكون محبين لأنفسهم محبين للمال كله عايز يغنى متعظمين واحد كبير فعل نفسه مستكبرين على الآخرين الصغير فاكر نفسه كبير كبير على الأكبر منه مش محتاج لله مجدفين على الله بقى غير طائعين لوالديهم مين حاليا أظن أن الطاعة قد تدمرت يعني دلوقتي العيل للسوري البجاحة والألفاظ القبيحة وعدم احترام الوالدين دي خطيئة من الخطايا ومزروعة اللي يغيرها في وسط هذا الجيل للأسف غيره شاكري مش بعوش داهم بلا حنو بلا رضا ثالبين مرهمش غير ماسك السيرة عديم النزاهة شوف الارتشاء وال قسوة مش بس القسوة والسرعة المرعبة السرعة تصل إلى حد الشراسة أنا بشوف العيال اللي بيلعبوا على الإنترنت الألعاب العادية دي بتعلم الشراسة شوف إلى أي حد ليه لأن الشخص منهم قاعد متحفز عايز يغلب فجهازه العصب يولف على الأداء السريع جدا صابعه عايزة تتحرك بسرعة صابعه عينيه صابعه عينيه دا كله بيؤدي إلى غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين شوف حضرتك كم كبير من المواصفات الفضيع دكتور عصام قبل ما ندخل على الفاصل خلينا ندخل في واحد ابتدى يمشي ضد الطيارة وابتدى قلبه يرتبط بفكرة قال عنه الكتاب صار مع الله وقال عنه في العبرانين كلام جميل إنه هذا الإنسان كان يرضي الله صحيح خلينا نتكلم شخصية أخنوخ أنا مثلا دقيقة ونكمل بعض الفرحة شخصية أخنوخ إيه اللي كان يملك هذا الشخص كلمة أخنوخ معناها مكرس وما أحلىها كلمة وما أحلىها كلمة شخص ده كان محضب عالم الفجار مش كده لكن سلك ضد الطيار وسط عالم الفجار على فكرة أنا بحب الشخص ده جاوي جدا ومنين ما بتيجي سيرت وأنا بحس بنشوة وبتمنى أبغير منه وأتمنى أن أعمل زي أتمنى أن أعمل زي وأعتقد لا يوجد حياة أسمى من هذه الحياة التي توضع في داخل هذا البرواز صار مع الله صار مع الله دي كلمة كبيرة قوي هل ممكن في الزمان الحالي حد يسير مع الله ده مش واحد بيصلي لله ولا واحد يعبد الله ولا واحد بيؤذب ولا واحد حتى بيساعد الله ولا واحد بيخدم الله لا ده واحد مرافق لله ماشي صديق لله هل يسير إثنان معا إن لم يتواعد بيكتسف من صفات الله لأنه مدام ماشي معاه الاثنين الأصحاب دايما يكتسبوا بالصورة يكتسبوا من صفات بعض ويؤثر على بعض تخيل يعني يعني الله يأثر في أخنوء بصفاته وأخنوخ يأثر مش يعمل تغيير في الله لكن يخلي قلب الله يفيد أكتر على هذا الشخص الذي يرغب أن يسير معاه يا حلاوة جميل عزيز المشاهد كلام كلام حل ومش كده هل أستطيع أن أسير مع الله هل يمكن أن أرافق القديم العالي وأتشرف بأن أخذ من صفاته أكتسب من صفاته أمتلق بمحبته أمتلق بمحبته أمتلق بأمنته أمتلق بكل جميل الأدبية الجميلة التي في هذا أخنوخ مع الله عديد المشاهد ابقى معنا نتأمل في هذا الشخص الرقيق الجميل الحلو الذي صار مع الله بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن الذي يتحدى ويمشي ضد الطيار خليك معنا مشغول شوية بنفسي وشوية ببيتي وشوية بالله وشوية دي خطيرة شوية أروع ما في المسيحية الصحيحة مش هي السقة أن الله يعمل لي كل حاجة لكن التسليم لله عشان يعمل كل اللي هو عايز تشجيع لشبابنا اللي بيصرعوا بمواد في الجامعات أنا أخوتها في دقيقة واحدة بس مواد بتبعثهم معنا أخنوخ كسب ولا خسر ده السؤال أعزائي المشاهدين برجع عليكم مرة تانية من برنامجنا مدرسة الحياة نهاردة بنتكلم في المدرسة عن تلميذ من التلميذ الجمال الحلوين الرائعين تلميذ مشي ضد الطيار تلميذ رافقة المعلم الرائع ملك الرأس الكريم المبارك نتكلم عن شخصية أخنوخ أخنوخ الذي صار مع الله أخنوخ الذي أرضى الله عديد المشاهدين وإنت بتتعلم من هذه الشخصية شخصية أخنوخ مش غلط أبدا أبدا نتمثل بسيرة قدسين سبقونا وقدروا ينظر طيار وإزاي نقدر نتعلم من حياتهم معنا دكتور عصام بنرحب بيك مرة تانية أهلا محضر رابي ببركة دكتور عصام دكتور عصام قبل قبل الفاصل كنا بنتكلم عن شخصية بدأنا نتكلم عن هذه الشخصية شخصية أخنوخ وفي صفات تميز هذه الشخصية شخصية حلوة مباركة صفات الحلوية نتكلم عنهم الكتاب إيه اللي نرجع تقول إيه اللي يميز هذا الإنسان علشان تتكلم عنه هذه الصفات الرائعة صار مع الله ونو أرض الله عشان اتنين يمشوا مع بعض لازم بفي علاقة بينهم وم بعض ده في الأول ايه ايه يبقى إذن أخنوخ كان في علاقة مع الله ايه وأي واحد عايز يسير مع الله لابد أن يتخل علاقة الوضع الطبيعي للإنسان الطبيعي إنه متخصد مع الله فيه انفصال فيه انفصال يه والله بيطلب في المسيح تصالحه مع الله فإذن الإنسان ده ينبغي أن يتصالح مع الله يعني يتصالح مع الله الله قدوس والإنسان ناجس فيجي يقول له يا رب أنا بنجاس تجاي لك وأنا عارف أنه عندك علاج عارف أن دم المسيح يطهر من الخطيئة من فضلك عايز أتصالح أيدك يا رب مش فيه مصالح يضع يادها وعلى كلين أنا إيدي في إيد المسيح أنا بعترف بالمسيح مخلصي وفادية فأحط ودي أول خطوة من غيرها ما فيش حد يمشي مش يقول له يا رب أنا أمشي معك أنت تعمل شوية ونعمل شوية ما تمشيش خالص اللي يمشي مع الله يعترف في الأول أنه خاطي ويأتي إلى المسيح فالمسيح يصالحه مع الله بعد كده فلازم قبل مسير مع الله لازم أبدأ الشاركة مع الله أتصالح مع الله أتصالح مع الله ونبقى أصحاب بالضبط ونبقى أصحاب ودي حقيقة يعني الله قيلت عن إبراهيم ثلاث مرة قال عنه بإعزاز إبراهيم خليلي يا حدي بالضبط كده وقال عن موسى كان الله رب يكلم موسى وقال لوجه كما يكلم الرجل صاحب صاحب ورب يتمنى كده على فكرة نحن نفكر دي حاجة بخاصة ببعض القديسين الرب يتمنى أي واحد يدخل في صداقة معه بل أول خطوة أطلق مع الله بعد كده الوعي بوجود الله في الحياة يعني أيه تصلحت مع الله لكن واعي يعني مشغول شوية بنفسي وشوية ببيتي دي خطيرة شوية تمنعني من الصداقة الصداقة مستوى رائع وعالي فلازم أكون واعي بوجود الله بصفة مستمرة في حياتي مش رايح مشوار من غيره مش بعمل حاجة من غيره مش بفكر من غيره مش بأدي شغل الزمني من غيره بستعين به بصفة مستمرة في حياتي حاجة اللي بعد كده آية اللي قيلت في رسالة روميا صحيح 12 فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أكسادكم زبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية تغيروا عن شكلكم بتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة يجي الرضا بقى مرضية عايز إرادتك المرضية يبقى لازم أنا لما يبقى كبير بيعيش مع صغير لازم الصغير يستلم الموضوع كماما أنا بثق فيك في كل حاجة بس في حاجة أنا عايزها وأخاف لحسن أن يكونش موافق عليها بس أنت ما تغلطش لو أنت شايف أنها صح هتعملها لي أنت عظيم وكبير وأنت بتحبني ما تمنعش عن الخير الإرادة المكسورة المسلمة له كل شيء بالتمام ثقتي تماما في هذا الإله بلا شك وبلا وبلا أي أي تفكير في ذلك واثق فيه كلام ده قاله نفس الكتاب عن أخلوق بعد ما تكلم عن الله لأنه ينبغي أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود ثقة مش بس كده ويجاز اللذين أنت موجود وفي نفس الوقت من ما بتكلم أنت بترد علي من تثقة الكاملة في صلاحه وفي كفاته وفي حكمته وبعدين ده يدخليني أعمل حاجة عملها سيدي له كل المجد بعض ما صلى وطلب طلب قالوا لكن لتكن لا إرادتي بل أروع ما في المسيحية الصحيحة مش هي الثقة أن الله يعمل لي كل حاجة لكن التسليم لله يعمل كل اللي هو عايزه إحنا فاكرين أن المسيحية الثقة فيها يعني أنا أقول الله والله يعمل أنا أقول الله لا الصحيحة أروع ما فيها أن أنا أسلم له وهو هيشوف أحسن مني وهو اللي للخير هيعمله واللي مش مصلحتي هيشيله عني حتى لو أنا شايف مصلحتي يعني يعني أقدر أقول برضو للمشاهدين حاجة أنه علاقتنا بالله ليست علاقة توكل لكنها علاقة اتكال أنا ما عدش على سريري نايم وأنا رب واثق فيك هتجيب لي أكل وتجيب لي مام وتجيب للعيال يا رب أنا هاعد على سرير وأنت هتنجحني يا رب أنا مش ماشي مع الله ماشي مع الكسل فأنا عندما أثق في الله أعلم دور اللي علي الواجب اللي علي كإنسان أسعى وأشتغل وأذاكر وأحاول أحصل على القوت والله بيبارك فيه الله بيبارك فيه ده صحيح ده هو الاتكال على الله ده صحيح دكتور عصام حلو قوي التعبير اللي تقال إنه أخنوخ صار مع الله أرض الله ويمفهوم إرضاء الله لكن فيه تعبير جميل اتقال عن أخنوخ ما تقالش في سفر التكوين في رسالة يهوزة أنا هقرأ اللي قاله الكتاب تماما وأنا بشكر الله لأنه بالروح القدس أدم لنا فكرة عن أخنوخ رائع جدا في عدد 14 في رسالة يهوزة أي بقول وتنبأ هؤلاء أيضا عن هؤلاء عن هؤلاء أيضا آسف عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسي ليصنع دينون على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجور ما التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاه فجار وابتدى يصف هؤلاء الفجار وشفنا صفة جميلة عن أخنوخ ما ألهاش الكتاب في سفر التكوين لكن الروح القدس لأنه هذا الشخص جميل ورائع فاتكلم عنه بصفة جميلة ورائعة في وسط هذا المجتمع إرضاء الله ولكن كمان إيه اللي قاله الكتاب عن أخنوخ أنه نشتغل كان بيخدم ما كانش نايم لأن إرضاء الله والله خلقني في الأرض ده لما حط أدم في الجنة ليعملها ويحفظها ولما اضطرد من أدم من الجنة ليعمل الأرض التي أخذ منها وهو في الجنة كان عشان يشتغل وبرق الجنة علشان يشتغل بس أخنوخ اشتغل شغل ربنا الحقيقة لأنه واضح أنه هو الفترة يعني 300 سنة الكتاب يقول لنا أنه هو قعد 300 سنة مع ربنا يتماشر مع بعض صار مع الله 300 سنة في 300 سنة دولة إيه الشغل اللي كان بيشتغل وبيزرع الأرض بيعمل إيه كتاب يسجلنا أنه هنا لا كان بينقل فكرة الله ما حصله قريب من الله يعرف فكرة الله يعرف أن الدولة يستحق الدينون هينقل فكرة الدينون ما بيجميلش يعرف أنه فيه مجال البركة هينقل فكرة مش يخبي الأفكار الإلهية فالله أخنوخ كان عارف يتكلم هنا عن قبلها بيتكلم عن ناس سلكوا طريق قيين بالزد وأحبوا وضلالة بلعام يعني ناس خطات فجار أخنوخ كان وقال هذه النبوة التي لم تسجل في العهد القديم قال هذه النبوة أن الله لابد أن يدين الشر والأشرار ويعاقب جميع الفجار لتعبير مهم جدا على جميع فجورهم يعني ما فيش حاجة فكر بطال أنا لم أعترف به ولم يحمر في صليب المسيح لابد أن الإنسان يعاقب عليه وعمل حاجة تانية بقى جميلة في البتاع دي هو ليه فكرة الله ليه فكرة عشان كده سمي ابنه ما تشالح وما تشالح معناها مات فأرسل إيه وحد يسمي ابنه مات فأرسل إيه اللي بتعمله يا عم أخنوخ ياللي اسمك جميل مكرس قلت سميت ابنك مكرس لأن له فكرة الله أخنوخ ما تشالح الشخص اللي مات في السنة اللي نزل فيها الطوافاء وكأنه عايز يقول أنا عارف ربنا هيدين وهيدين إمتى هيفضل طويل بل لكن هيدين يوم ما هيموت متشالح السنة اللي هيموت فيها متشالح هي السنة اللي هيأتي فيها الطوافاء على نسلقين هؤلاء الناس هؤلاء الناس الفجار ولما نحسب العمر بتاع ما تشالح نلاقيه مات في نفس السنة لما كان نوح عند 600 سنة السنة اللي نزل فيها الطوافاء فهو الحقيقة بتحمل معنايين حلوين جدا لدكتور عصامان معنى الأول إنه إنه في نهاية للشر صحيح انطالت ولا أصارت في نهاية للشر والدينونة جاية جاية قبلت أم لا تقبل الدينونة جاية قبلت أم لا تقبل هتدفع تمن خطيتك الحاجة التانية بتعلن أناط الله يعني يعني الله طول في عمر ما تشالح أكتر من أي حد منهم نزبوك يعني وكأن الله اللي قاله في روميا 2 وهو بيتكلم إنه عقد إيه طول أناط الله لطف الله إمهال الله وهو بيتأنع على قلب طويل الروح وكأنه بيقول لواحد النهاردة بيسمعنا أو واحدة بيقوله على فكرة طول أناط الله علشان الله عايزك تقبل إلى التوبة عايز يرجع فأعتقد يعني أنا أتمنى كل الوعاظ في الأيام دية يعزوا عن صليب المسيح اللي يحوي جانبين يحوي الدينونة والعقاب للخطية لمن يرفض صليب المسيح ويحوي أناط الله ومحبة الله لمن يقبل إليه مش هيترود لكل المد الحقيقة كلام كلام رائع ويعني أنا عايز الأعدم ما تنتهيش يعني وإحنا بنتكلم على هذه الشخصية شخصية أخنوخ خليني قبل ما أختم الوقت ده دكتور عصام عايز 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 بس أقدم أقدم تشجيع لشبابنا اللي بيصرعوا بمواد في الجامعات أنا أخذها في دقيقة واحدة بس مواد بتباعتهم عن ربنا لسيما في مواد عن الله اللي بيقول الله مش موجود واعتمد على نفسك نقول إيه للشباب دولا في من حياة أخنوخ في أربع جمهات أخنوخ كسب ولا خسر ده السؤال أخنوخ كسب الوحيد اللي ما قالش عنه مات مش كده برضو في الوقت ده يعني كسب لا ومش بس كده عاش عمره مش بيخضع للمفاهيم البشرية والمنطق ودولا بيقول ودي منطقيا ما تجيش والكتاب الفلان والكتاب العلاق يا شباب كتب البشر محدش قال لكم ما تقرهاش لكن خلوا عندكم بميز مستند في أساس بتبزي المجهود عشرات الساعات في كتب علمية قد تكون تؤدي إلى التجديف ما عندش قال لك لا لكن خل الأساس عندك هل الله تكلم وهل الله يتكلم وما الذي أسعد أخنوخ إلا كلام الله وأقوال الله اللي خلت هذا الشخص يعيش هذه الحياة الرائعة اللي ما لم تسجل عن غيره وأتمنى أنها تسجل عن كل شاب صار أسعد حياة على وجه الأرض حياة شخص يسير مع الله ربي بارك شكرا حبائي المشاهدين نصيحة جميلة نصيحة مهمة أخنوخ صار ضد المنظور أخنوخ صار ضد الطيار أخنوخ صار ضد الواقع اللي كان موجود لما نقرأ في رسالة يهوزة نشوف أدئي الشر اللي كان موجود أدئي الفساد اللي كان موجود لكن أخنوخ قبل بفرح رفقة سيده قبل أن يكون عبد ليسوع المسيح قبل أن يخضع لمشورة ونصيحة بتيجي من الله العالي علشان حياته تكون حياة قداسة حياة طهارة حياة نقاء في عالم مليان بالفساد أنا بشجعك النهاردة نصيحة أخنوخ مقدمة ليك متوشالح لما يموت متوشالح هناك دينونة أناة الله ودينونة الله اقبل أناته واتمتع بأناته عشان تقبل إليه للتوبة بدل ما ييجي يوم وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون عزيز المشاهد بشجعك تاخد قرار والتوب لو عندك سؤال استفسار تصل بينا عنواننا موجود على الشاشة بنرحب بيك في أي وقت بأي اقتراح بأي فكر بتركك في ملء بركة ورعاية الله القدير ونلتقي معا في يوم جديد من هذه المدرسة مدرسة الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة